الآن أركان النكاح ما هي زوج وزوجة وولي للزوجة وشاهدين بعض الناس يسألني يقول أنا جئت لأبو الزوجة وخطبتها منه وبعدين يقول لم يوافق يقول لابد من موافقة الولي ركن يقول هو كافر لا يصلي الآن كافر لأنه لم يزوجك يقول أنا ما كنت أدري أول يعني هو يكفر هذا حتى يسقط الولاية نعم نعم يا أخي سبحان الله هكذا هكذا النظام نعم طيب ماذا صنعت ماذا صنعت قال الأب كافر أقول له ماذا صنعت نعم قال رجعت لأخيها ورفض ثم اكتشفت أنه كافر ما شاء الله ماذا صنعت قال لا ذهبت واحد في الشارع مسلم هذا قبلته في الشارع تعال زوجنا هذه المرأة هذا يقول كيف قال لا لا يجوز زوج قال خلاص تزوجت مزوج وبعدين طلق والمرأة تبحث من وليها ما وجدت ولي لا ليس ليس بهذه الطريقة أي إنسان ولي هذا شرع هذه نكاح لابد أن ترجع إلى الولي يسجل العقد يقول لا إلا هذا أنت لا تعرف النظام هنا لو أسجل العقد نصف الأموال تهددني كل يوم تقول والله أصنع أخذ نصف أموالك نصف الحساب نصف البيت نصف كل شيء صح هاي نعم صحيح صح قلوا صحيح مشاكل كثير من يتق اللاجع له مخرجة والشباب في هذه الأيام يصل عندنا الآن الإحصائية أنه يصل عمر الشاب إلى أربع وثلاثين سنة ولا يتزوج الله المستعان طيب لا علينا بهذا ذكرنا الأركان يكفي هذا مشاكل الزوجية لا تنتهي إجاب من الزوج يقول للوالي زوجني ابنتك فلانا نعم ويقول الولي قبول يقول قبلت هذا النكاح وأزوجك بنتي فلانا نعم والشهود الاثنين يسمعوا هذا ويسجلوا عقد النكاح ويذهبوا للحكومة يسجلوا نعم والزوجة طبعا تكون موافقة نعم ترجمة نانسي قنقر